موسيقى موجود الأخبار من قلة يمن شباب أهلا بكم أفادت مصادر محلية عن مقتل المرافق الشخصي لمحافظ شبوى عوض بن الوزير اليوم الثلاثة في اشتباكات داخل المنزل الذي يقيم فيه المحافظ بمدينة عتق المصادر أفادت أن العقيد صالح العونق الحارس الشخصي للمحافظ قتل في اشتباكات بين أفراد الحراسة فيما لم تتضح أسباب وملابسات المواجهات المسلحة كما لم يصدر عن مكتب المحافظ أي بيان توضيحي عن الحادثة تجددت المواجهات العنيفة بين قوات الجيش وميليشي الحوثي الإرهابية اليوم الثلاثة شمال مدينة تعز ووفقا لمصادر ميدانية ليمن شباب بين المواجهات تجددت في جبهة الأربعين ووادي الزنوج عقب محاولة تسلل فاشلة لميليشي الحوثي المصادر أكدت أن المعارك خلفت قتلى وجرح من عناصر الميليشية الذين فروا وتركوا جثث قتلاهم مرمية في أطراف الشارع الأربعين قالت مصادر عسكرية أن المعارك العنيفة تجددت بين قوات الجيش وميليشي الحوثي الإرهابية اليوم الثلاثة شمال محافظة حجة وطبقا لمصادر عسكرية من المواجهات دلعت إثر هجوم فاشل لميليشي الحوثي على مواقع الجيش في جبهة حرض في محاولة منها لسعادة مواقع خسرتها خلال الأسابيع الماضية شرعت ميليشي الحوثي الإرهابية في تنفيذ حملة سطو واستيلاء منظمة طارت عقارات وممتلكات مواطنين في محافظات ومدن عدة تقع تحت سيطرتها بالذريعة تأييدهم الحكومة الشرعية والتحالف العربي وإفقا لمصادر مطلعة فإن رجان نهب حوثية جديدة تم تشكيلها مؤخرا باسم رجان الرئاسية ومركزية وبإشراف ما يسمى بالحارس القضائي للميليشية حيث بشرت تنفيذ جولتها الميدانية وصادرت خلال يومين ممتلكات وعقارات عشرات المواطنين في مديريتي الثورة ومعين بصنعه ومركزي محافظتي ذمار وصعدة ومناطق أخرى تحت سيطرة الميليشية في تعز والمحويت بحسب صحيفة الشرق الأوسط قالت سفيرة اليمن غير المقيمة في أوكرانيا ميرفت مجلين عدداً من المبتعثين غادروا يوم أمسى الاثنين عبر معبر ميتكا الحدود مع بولندا مع دخول المعارك في يومها السادس ودعت مجالي اليمنيين المتواجدين في أوكرانيا إلى الذهاب للملاجئ في حال الخطر ثم التوجه إلى أقرب معبر والتواصل مع السفرة لترتيب إجراءات خروجهم إلى البلدان المجاورة لها نهاية الموجز إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر